من مصرحية الشهرة بالعالمين لمصرحية حاجة تخوف بمركز الإبداع الفني مصرحتين بتحقق نجاحاً ملحوظاً والأبطال مواهب من مركز الإبداع الفني خلال مدة أسارة جداً يعني خمسين موهوب من مركز إبداع الفني اللي هو بيمثل حالة فنية في مصر بقيادة صانع اللجوم المخرق خالد جلال استطاعوا أن هم يختفوا الأنظار من خلال مشروع تخرجهم بمصرحية حاجة تخوف مع نجاحهم ده شاركوا بعد كده في العرض الاستعراضي الضخم والكبير الشهرة اللي حقق نجاح خلال عرضه في مهرجان العالمين الجديد النهاردة احنا معانا في الستوديو نجوم المستقبل ونجوم العرض ده ومعانا نوها نبيل الفنانة ومحمد سراج كمان أبطال الشهرة ومشهورين جداً يعني الشهرة كلها معاناً لعرض صباح الخير يا وصح صباح الخل ومنورين لصباح الخير يا مصر مبروك عرض الشهرة الله يبارك فيك نبتدي قبل الشهرة نرجع معاكم كده خطوة وراء كلنا لسا بتكلمانا ودينا مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصري مصنع للنجوم ازاي المكان ده قدر فعلاً يعني يشكل كده زي ما بيقولوا شخصية سراج وشخصية نه أولاً مركز الإبداع من المميزات فيه ان انت بتتعلم بالممارسة على مدى فترة طويلة فانت مش بتاخد كلام نظري انت طول الوقت بتمارس مش بس التمثيل ولكن كمان بتوسع خيالك عشان بتعمل ارتجالات جديدة بتتعلم من المجموع اللي حواليك لانه في منهم ناس من مراحل عمرية مختلفة وتجارب مختلفة في التمثيل وطول الوقت أستاذ خالد بيوجهك يوريك اي نقط ضعفك اللي ممكن تشتغل عليها اي نقط قوتك اللي مفروض تسقرها اكتر وهو ده متهالي الميزة في المكان انت بتمارس ده طول الوقت سراج لا هو مركز الإبداع حلم يعني هو حلم حلم طبعاً حلم الناس كتيرة جداً وخصوصاً بعد تجربتي في ستار اكاديمي طلعت ناس كتيرة قاعدت تقول لي لازم تمثل فكنت تاية فش عارف عامل ايه بالضبط وخايف من تجربة انه الناس تبقى حباك في برنامج فلما تيجي تمثل وانت معندكش خبرة وانت مش جاهز فتلبس في شجرة والناس تقول ايه ده هو ايه داخل وسطة ده ولا مزقوق عارف الحاجات دي انا خفت اوي من كم جملة دول فكنت حسن ان انا نفسي بقى جاهز لغاية لما روحت بقى مركز الإبداع الفني وعيشنا بقالنا ثلاث سنين كده عيش في تجربة فنية ممتعة جبارة يعني من اول ما دخلتها لغاية لما وصلنا لعرض حاجة خوف يعني بتقال دايما على خالد جلال اللي هو مكتشف المواهب الشابة هو صنع النجوم بالفعل احنا بنشوفكم النجوم فعلا مصرحات الشهرة يمكن هي بتجسد واقع انتوا عشتوا خلال فترة مركز الإبداع وازاي وصلتوا في الاخر انتوا بقيتوا فنانين مشهورين ومعروفين وناس كمان بتستمتع باللي انتوا بتقدموا من فن راقي ومهم جدا كلموني عن تجربتكو هناك وازاي انتوا شفتوا بقى مصحية الشهرة دي لما تعرضت كمان في مدينة العالمين الجديدة في مهرجان العالمين اللي كان بيضم عدد كبير جدا من مش من مصر بس لكن كمان كان فيه جاليات عربية كتير حضرت الحفلة احنا طبعا شرفنا انه العرض بتاع الشهرة هو اللي افتتح المصرح بتاع العالمين في المهرجان فدي كانت ميزة جميلة ومسئولية كبيرة متهيقلي ان احنا يعني حقنا فيها نجاح مش بطال ابدا الحمد لله وهي فعلا زي ما حريكو قلتي هو المصرحية بتدور قصتها على المدرسة اللي واحد بيدخلها عشان يتعلم فيها والمواقف اللي بتحصل له جوه وقريبة جدا منها الحقيقة هي حصياتكو في الواقع وانكو بتمثلوا حياتكو هي اعتبر قصة حياة مركز الابداع الفني وستاذ خالد كان بيعتبرها كده يعني وفي تفاصيل كتير جوه المصرحية هي حاجات احنا حاسين ان احنا عشناها جوه المركز غير الدفعات اللي قبل كده يعني هو حتى كمان استاذ خالد لما جي جمع التجميع دي هي من طلبة حاليين في مركز الابداع الفني ومن طلبة قبل كده في مركز الابداع الفني عمل منتخب كده من الطلبة اللي تخرجوا مع الطلبة اللي موجودين والحقيقة دي كانت صيخة كبيرة جدا يعني من استاذ خالد جلال ومن الشركة المتحدة وشركة دي اس ان هم يعملوا افتتاح مهرجان العالمين بمواهب جديدة وفنانين جداد كانوا يقدروا يجيبوا اي نجوم هم عايزينهم يعني فكانت الحقيقة ومسؤولية كبيرة وكل ده أستاذ خالد وصلهن وكمان كنا باللعب مين بقى يعني هناك مصرحيات كبيرة أستاذ كريم محمود عبدالعزيز وأستاذ أشرف عبدالباقي أستاذ حسن الرداد فنجوم كبار فكنا حاسين بجد ان احنا رحين في مسؤولية كبيرة ده تقليل دايما الشركة المتحدة بتتبع فكرة الدفع بالشباب في المواهب كلها سواء تمثيل أو في الانتاج الفني أو الإخراج أو غيره ده دايما يعني نهجي بنشوفه للشركة المتحدة عايزين نعرف بقى دوركوا بقى في المصرحي في الشهرة مصرحية استعراضية مصرح الاستعراضي ده احنا محتاجينه جدا الغنائي والاستعراضي كده مفتقد في الحياة الفنية المصرية فعايزين نعرف دور بقى نوها نبيل ومحمد سراج في مصرحيات الشهرة مصرحيات الشهرة أنا بعمل فيها دور السفيرة نائلة الجندي نائلة الجندي والحقيقة إنه وجودها في هذا المكان لما راحت تطمن على ابنها هيفجر مفاجأة لأحد هؤلاء التلاميذي يعني عشان ما نحرقش عشان هي أصلا لو اتقلت خلاص هباوز ونفس الكلام برضو لي أنا داخل المكان علشان عندي حلم الشهرة فأستاذ خالد الحقيقة عملي كاركتر لازيز كده علي إن أنا داخل باعتمد كل أغانية أغاني الكورال فما بغنيش أنا حاجة باعتمد على اللي حوالي عارف الحاجات اللي هيقول لي عملك إيه الجو ده هو أنا كنت لأ فالغاية لما في الآخر بقى بوصل للمرحلة إنه لأ أنا بغني الوحدي وبيحصل مواقب وبايتمطرب ما فعلا زي ما أنتو بتقولوه هي بتجسد واقع أنتو عشتوه بشكل كبير علاقتك بأساس خالد جلال هي مش علاقة يعني التلميذ أو الأب وأولاد وهو بيعطبلك أولاد وكله يعني تعلمت منه إيه كل واحد يقول كده تعلمت منه إيه؟ وبجد هو بعمل كل ده لمصلحتنا حتى في حياتنا عمتا مش مش شرط بس فنيا فإحنا بقنا تلس سنين حتى مظبوط إحنا في مركز الإبداع الفني دفعتنا للدفعة الثالثة هو أساس خالد السندي عمل في الدفعة الثالثة دي مقسمهم مجموعتين مجموعة إيه ومجموعة بي مجموعة بي إحنا اللي خلصنا عرضين يعني خلصنا مشروعنا أو خلصنا الورشة بتاعتنا فطلعنا بعرض حاجات خوف حتى إذا ما يلنا في مجموعة إيه عندهم عرض اسم حواديت لسه إن شاء الله أساس خالد تطلع بيهم قريب فبقنا إحنا الميت فردي دول هناك مية وعشرين فرد عيلة واحدة وأساس خالد الحقيقة بيجينا مسؤوليات كبيرة لأنه هو كمان بياخدنا معاه في محافل مهمة جدا منتدى شباب العالم عيد الشرطة يوم الشهيد يوم المرأة فكلنا بنجتمع مع بعض إن إحنا عيلة واحدة بنخاف على بعض بنشتغل مع بعض يعني بنعد الورشة كمان معتمدة على الارتجال يعني هي أصلا ورشة مركز الإبداع الفني عند أساس خالد تبقى معتمدة على الارتجال كلنا بنساعد بعض حتى لو أنا ونوها مش في مشهد واحد يقول لي كذا نعمل كذا كذا وأساس خالد بقى بيعمل الصياغة وبيحول المشاهد دي خالص يعني هو أساس خالد بيخلق كمان روح العيلة دي يعني بيهتم جدا أن احنا كمان نكون قريبين مع بعض ونساند بعض على المستوى الإنساني ما ينبقاش بس مجرد تلميذ بنتقابل في هذا المكان بيحافظ على الكيميسي والكيميا طبعا فيه نجوم طلعوا من مركز الإبداع الفني خلال السنين اللي فاتت في الدراما بقوا نجوم في الدراما التلفزيونية في السينما طبعا بداي من قهوة سادة وهبوط الطراري والمسرحيات دي مسبور حاجة مهمة جدا في المركز أنه أنت بتتعلم فكرة الفنان الشامل بتتعلم إلقاء استعراض مسبور لوجة الجسد الغنى بتعلم غنى حتى ده بأثر إزاي في تشكيل شخصية الفنان أنت بتتعلم كذا حاجة بتتعلم وجوه كتيرة جدا من عمل الفن لا ده مش بس كده أنت بتتعلم كمان جوه احنا تعلمنا إخراج و نغة عربية وإضاءة وموسيقى ويعني وحاجات وفكرة أنه احنا بنخلق مشهد أنه انت تكاريت مشهد وتكتبه بشخصياته وبالموقف كل ده فيه ناس أول ما دخلنا أنا واحد منهم كنت عطلان كده أنا دخل بقى بغني وبلحن تمام فأستاذ خالد ما اعتمدش على القسطة دي يعني هو ما عندوش حتة أنه أنت بتغني فتعال بقى هتديك أدوار كلها فيها غنى لا لا يعني أنا مش عارف كده أستاذ خالد رح شايف فيي أن أنا في عيد الشرطة أن أنا ظابط في الخمسينات ولو تشوفوا الصور مش هتسألها نفسي بقى انت مين أنا بكتشف نفسي فبنكتشف حاجات جوه فعلا في طول السنين دي لغاية لما أستاذ خالد بنعمل مشاهد كتيرة جدا وانتوا بتكتبوها فكرة الورش مزبوط بنعود ونعود ونطلع شخصيات وأفكار وأستاذ خالد بقى بيشوف الحاجات دي قدامه بعدين احنا بنبقى فاكرين ان احنا جبنا آخر الإبداع في المشهد خلاص فأستاذ خالد ما شاء الله عليه يشوف المشهد يحطه في حتة تانية خالص بفكرة تانية بنفس الفريم بس يخلق فيها فكل ده تعلمنا الحقيقة في الفترة دي وانت انا لا طبعا هو مهم جدا ان الفنان يعني حتى لو انا مش هطلع اغني او مش هطلع عرقص بس مهم ان انا اكون كل ادواتي كواحدة بتؤدي شيء كل ادواتي تكون مزبوطة تكون يعني متوينة صح زي كده القلم الموسيقية يعني وحتى الاختبار حلو التعمير ده متوينة صح متوينة واحد يعني تعمير فنان برضه الاختبار حتى كان اختبار مطلوب مننا ان احنا نقدم مشهد تمثيلي ونقدم هنا ونعمل رأسه مع مدربة الرأس اللي كانت موجودة فده شيء مهم ولازم الفنان يكون يعني ملم بيه او متعود عليه طيب كلمونا اكتر عن مصرحات حاجات خوف يعني احنا كامي عن مصرحات الشهر عايزين نعرى برضه تفاصيل عن العرض ده حاجات خوف يعني هو بيعرض نمازج من المجتمع سواء نمازج افراد او مواقف حياتية بنتعرض لها او حاجات مجتمعية بتدت تظهر علينا الفترة رفاتت ممكن تكون تخوف وبتخلي بتورينا ازاي احنا ممكن نواجه النمازج دي او نواجه نفسنا حتى لما احنا بنغلط والمرال بتاع المصرحية في الاخر انه حتى لو احنا غلطنا فا احنا مش لازم نكمل في الغلط المهم ان احنا ندرك ده ونتوقف عنه ونبتدي صفحة جديدة ونستمر بشكل افضل تجربة الشهرة على مصرح العالمين جمهور اكيد مختلف طبيعة المكان او طبيعة المصرح مختلفة ده كمان بيأثر على اداء الفنان على الخشبة انت في جمهور في مدينة سحلية مهرجان كبير ازواء كتيرة جدا بتيت فرج عليك كلمونا عن التجربة دي خصوصا انه الشهرة مصرحية استعراضية كمان يعني فيها جهد بش زي المصرح التقليد العادي التفاصيل اللي انت كلمت عنها دي والست خالد كان مرايها تماما وقت صناعة المصرحية احنا بنوجه المصرحية دي المين من الجمهور اللي جاي احنا راحين لجمهور الساحل جاي لنا ضيوف من مختلف الدول جايين عندنا يصيفوا جايين يغيروا جو جايين يستمتعوا بالعالمين واللي بيحصل في العالمين وبحر العالمين والتفاصيل الجميلة اللي عندنا مراحل عمرية مختلفة او مراحل عمرية مختلفة فاقساس خالد بيصنع مصرحية الشهرة كان مراعي ده تماما كان فيه سنسور كده ماشي بيه انه مش هنكتر دراما هندي سنس بسيط خالص في النقطة دي عايزين الناس تتبسط كوميديا يعني فيه شوات فيه كوميديا طبعا فيه استعراضات وبصراحة كان أستاذ خالد كده عامل منتخب لذيذ جدا حتى أحمد طارق ياحي عامل الألحان والتوزعات ومحمود مليجي كاتب الأشعار وأستاذة نيفين رقفة عاملة ملابس حلوة قوي وخديجة عرجان عاملة استعراضات فكان كل الأجواء حلوة قوي الحقيقة واحنا كمان كممثلين ده اللي جهور بحكي لك عنه مركز الإبداع الفني احنا كنا بنرقص الرقصات كاملة ممكنش تقدر تفرق ما شاء الله يعني ما بيننا وما بين الرقصين المحترفين يعني طبعا دور خديجة كان معنا مهم بس في الحقيقة زي ما نوها كانت بتتكلم من الاختبارات في مركز الإبداع من البداية هو أستاذ خالد بيشوف احنا طبعا وقت الاختبارات ما بنعملش استعراض كامل بس على الأقل بيشوف انت بتسمع وإقاعة ماشي زي بظهر موسيقي والفني ولا لا فطالب مركز الإبداع الفني هو طالب ما شاء الله يعني مهيأ وجاهز ومستعد لأي نوع من أنواع الشغل ما شاء الله لأننا احنا أديك مثلا مثلا مثال في الشهرة احنا كنا الصبح بنشتغل بروبات الشهرة وبنخلص يلا نروح عندنا عرض حاجات خوف يوميا وعادي جدا وإستاذ خالد عودنا على كده الحقيقة من بدل نفس الكلام كنا نبقى بروباتنا وعادي جدا بنعمل حاجات في عيد الشرطة في منتدى الشباب العالم نفس الكلام كنا مسافرنا بنعمل معسكر مدته ثلاث أسابيع علشان انت هتطلع بعرض قدام سيادة الرئيس وقدام العالم كله ومعنا جنسيات جايين بينضموا معنا أن أستاذ خالد هيعمل بنا مسرحية مع جنسيات مختلفة معنا بيمثلوا معنا كل ده عاشناه بقى طلبة مركز الإبداع الفاني انتو فزتوا بالفعل بجيزة ماراجان القامي لمسرح الجيزة لجنة تحكيم الخاصة ده عن ايه عن المسرحية عن مصرحية عرض حاجات خوف حاجات خوف لو اتكلمنا مرة تانية على بقى دوركو دوء جوة المسرحية فكرة الورشة انتو بتكتبوا المشاهد مزبور ليكم كمان رأيكم في الديكور في الإضاءة يعني ممكن تتدخلوا في التفاصيل اللي هو المفروض مسؤول عنها صانع العمل المخرج خالد جلال هو مش بنتدخل مديلة المساحة دي هو لا مش بنتدخل يعني احنا أساس خالد بسمعنا تماما وزي ما كنت لسه بقول لحضراتك من شوية احنا بنفاكرين واحنا بنصنع المشاهد ان احنا جبنا سقف الإبداع واحنا هو يغيروا بقى لعدمشاهد أساس خالد بيودينا في حتة تانية خالص نفس الكلام ده بيحصل وكمان أساس خالد لو لأكوا مثلا فكرتك أوقع أحلى بيطبقها ولا بيتمسك برأيه ديمقراطي معي ديمقراطية عارفت ديمقراطية لها أنياب في الأخير أنا كنتي لا هتمش عارف المشطلح نحاق تور رأيكم أساس خالد عامل حاجة جميلة جدا جدا من ضمن الحاجات عندنا في حاجة تخوف إن الديكور بالملابس بتصميم الملابس بالرسومات اللي على الملابس بالموسيقى كله إحنا اللي عاملينه من الدفعة بتاعتنا يعني كلنا إحنا اللي عاملين الحاجات دي فعرض حاجة تخوف إحنا خمسين ممثل وممثلة ومننا جايين ناس من فنون تشكيليين مخرجين كانوا بيخرجوا بوقت الجامعة ناس بتاعت إضاءة فقردي إحنا عندنا التجارب دي أو الخبرات دي جوة الدفعة بتاعتنا وأستاذ خالد وظفها صح واستغل الأمور دي صح لغاية لما كلنا يعني احنا بنبقى مبسطين قوي في التحية أستاذ خالد بيقدمنا ما شاء الله علي يعني بيقدم تسعمية واحد ما شاء الله ما بنساش حال كم واحد كم واحد إحنا بالزبط بالزبط ودفعتنا واحد وخمسين فرق واحد وخمسين مظبوط السكشن بتاعنا غير السكشن ده غير اللي هو جروب إيه تمام في حاجة بقى مهمة جدا كنت قالت عليها نوها من شوية تفوت الأعمار يعني أنا حتى شفت ده في هبوط الطراري وفي أهوى سادة مظبوط إنك ممكن تلاقي حد ملتحق بالمركز الإبداع الفني وهو كبير يعني عمره شفنا فنانين كمان ظهروا في السينما وفي الدراما فالتفوت الأعمار ده إزاي بقى التشكيلة دي بتشتغلوا بيها وإزاي بتفرق الخبرات من حد عمره يكون كبير أو حد عنده تجربة قليلة مثلا في التمثيل أو حد عنده تجربة كبيرة أستاذ خالد بيحب يوصف دايما التشكيلة دي إنه الشخص اللي لسه جديد بيبقى عنده الطاقة والحماس والشغف لكن الحد اللي سنه أكبر بيبقى عنده من الخبرة والحكمة إنه هو يرستى الأمور وممكن ما يبقاش عنده نفس الطاقة فده بيدي يعني كل واحد بيكمل بعض بيكمل بعض ده مؤكد وأساسه بيبقى جايما نروح العيلة برضه طبعا يعني هي روح العيلة فعلا في الفكرة ما هو إحنا في البيت مش كنانا أعمار واحد طبعا فبتلاقي التعامل ده وحياتنا مش جوه المركز لدرجة بقيت يعني خلاص إنت بتلغي حياتك اللي بره وبقيت حياتك فجأة في الثلاث سنين دول بقنا جوه المركز وشغلنا وبرهاتنا وبره بنخرج يلا عشان هنروح نتغدى أو نتعشى وبرضه وإحنا خارجين بره عادين بنتكلم في الشغل عادين بنتكلم عادين بنتكلم إحنا بجد بأن ثلاث سنين عايشين حلم وبصين لغاية يوم عرض التخرج إحنا عايزين تخرجك وإمتى ما هو إحنا خلاص ما هو ده اللي بحس العرض حاجة تخوه بس لسه العرض الرسمي بقى اللي بقى نابسين فيه البلاطي الخضر إن شاء الله والحاجات دي لسه مش دلوقتي طيب إنت قلتين إنت ليك تجربة كمان في التلحين بعيدة عن التمثيل والغناء لك تجربة مع تامر حسين هل هتبدأ ممكن تلحن حاجة لمركز الإبداع؟ أنا عملت جوه فعلا يعني أنا كنت تماما وأنا في المركز عن فكرة إنه أي حاجة عايزة أغني وأنا عايزة أكتشف في نفسي حاجات جديدة طبعا وأستاذ خالد الحقيقة كان ملجمني في القصة بتاعت إنه لا أنا عارف إن أنت بتغني وعارف إن أنت ملحن بس أنا عايزة أطلع منك الممثل فكان الحقيقة بيشجعني على هذا جوه عملت طبعا في المشاهد عملت أغاني كتير جوه موجودة وكنت عامل كمان أغنية للعرض بس هو أستاذ خالد في الفريم شاف إنها مش ملهاش مكان فعلا إزاي ما أنت كنت إستاذ بتتكلم إنه هو بيبقى فيه حاجات واقتراحات فلكن هو في الصالح العام إحنا بنا عارفين إنه أستاذ خالد عايز المصلحة عايز طبعا حسنا لا يمنع نصراج بيلحن لنا حياة تصير بقى في الكوانيس وها بقى لا ده بيبقى وها بتغني؟ يعني إنت بيبقى لا 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 هو بيغني بيلحن بقى بحاولتش تكتلاش في جانب الغنى ده هشوف بقى أسراج ممكن يعمل لي كسر انت اللي هتعمل الشريط مركز الإبداع الفني دايماً أي حد بيدخله عينه على الحياة بقى المسرح والدراما والسينما وإحنا شفنا دفعات نجوم يعني أسامي طبعاً كبيرة فراج وغيره طبعاً لو هنعد أسامي من خريج الدفعات اللي قبل كده عيون المنتجين عيون صناع الدراما في مصر بتروح في مركز الإبداع الفني وتشوف المواهب وتكتشفها ويبتدوا بقى يخشوا دراما وأفلام ده شايف ده عنصر مهم جداً وشايف انه عنيكوا على ده انه أي حد لازم يبقى مركز انه يعمل الصلة دي مع المنتجين ومع صناع الدراما في مصر ده هدف مهم جداً من الهدف مركز الإبداع هو الحقيقة انه أستاذ خالد بيقدم الطالب عنده أو الممثل عنده في شكل جميل جداً فكرة انه يبقى فيه أسامي تقيلة جداً في الصناع بيبقوا مستنيين انه أستاذ خالد جلال مقدم فين عروضك احنا اللي مستنيينك تمام وفي نفس الوقت لما أستاذ خالد بيدعو هؤلاء بتدي دفعة قوية جداً لما بيدعوهم على طول تلاقي الناس بتيجي ايه دا؟ يعني انه أستاذ خالد جلال فيه دفعة جديدة في الله ينتموا عندهم ولاهم أكتر ده مفهوم العيلة اللي انت تكلمت عنه بقى فيه ما شاء الله براند خلاص انه هو انه أستاذ خالد جلال فيه دفعة جديدة ففيه ناس كتير هتروح أو بمجرد لما بيتصل بحد انت عملت دفعة جديدة بيجي دوقات وصحفيين طبعاً وبعد ما منخلص حتى هم يستلموا علينا يقول لك براب كلمة براب ودي في حد ذاتها من حد مهم جداً موجود في الصناعة بتفرق معنا طبعاً وإحنا من قبل ما نتخرج مجرد ان انت بتروح مثلاً تعمل أو تقابل حد مجرد انت تقول انت طالب في مركز الإبداع انت قريدي أخذت عشان خطوات لقد دامي انت بفرط عليه دراسة وورش عمل ختم ان انت انت اكيد يعني كويس والحمد لله هو وصل لهم ان الطالب في مركز الإبداع يعني هو اتمرمت جامد شكل جيد وفنان شامد وفنان شامد يا رب مستخي نكونش بيسمعك لو اتمرمت فنيا جامد شارب فهم عادي جداً ما بنريحش يوم لانت تقعد ثلاث سنين ما فيش يوم راحة بنتعلم الالتزام وبنتعلم كل حاجة وده اهم حاجة الفنان على فكرة يكون ملتزم ده بيبقى ليه سمعة بعد كده طول الوقت في العمر كله وان شاء الله النجاحات جاي لكم كتير يا رب ان شاء الله لما تبقى فنان ملتزم بتبقى ليك كده يعني ثقل كبير جداً في مجال الفني كله عايز ارجع تاني لقصة العيلة وان انتو عندكو العيلة الخاصة بمسلا عائلة قهوة سادة عائلة شهرة انتو لما بتجمع احنا عائلة حاجات خور حاجات خور انتو لما بتجمعوا يعني عائلات مع بعض بتحسوا بغربة ولا بتحسوا انتو خلاص يا رموني واحد واستاذ خالد بعمل تفصيلة حلوة قوي كل سنة في رمضان بيعمل النهاردة فطار دفعة قهوة سادة النهاردة فطار دفعة بعد الليل ولاده موجودين دايماً كل رمضان وبنجتمع بيهم وبنتقابل معاهم وبنقعد نتكلم وبعدهم يتكلمون عن التفاصيل فتلاقي انت اه يعني كذا وكمان يعني كل دفعة كل دفعة كل ما برجنا نرجع لورا بيقولك انه استاذ خالد استاذ خالد مدلعب عارفك كل ما نشوف دفعة استاذ خالد مدلعب عارف عارف ربنا يديم المحبة والإبداع يا رب دايماً بينكم بين استاذ خالد جلال نوها نبيل محمد سراج نورتونا وشرفتونا ودايماً يا رب كده نظوم في سماء الشهرة ونستنىكم في حاجات خوفها هنروح تفرق على دائماً هنروحي محمد نورتونا